لما كشفت السلطات فقد دخلت الفيلة لقرية قريبة من متنزه سايلاند فاليل وطني في ولاية كيرالا باحثة عن طعام وبعدها قررت ان تتناول فاكهة من الاناناس التي كان يوجد بها مجموعة من المفرقعات التي اشتعلت في فمها فورا حاولت الفيلة انقاذ نفسها حيث اصيبت بجروح قطرة لساعات قبل ان تدخل خرطومها وفمها في نهر في محاولة لابعاد الثباب والحشرات التي حطت على جروحها ولكنها توفيت بعد ساعة عدة السلطات الهندية اكدت على التحقيق في الواقع ومن المسؤول عنها ولكن يبدو ان هذه ليست اول مرة يتعرض فيها فيل للنفوق بنفس الطريقة خبر نفوق الفيلة اشعل غضبا في الشارع الهندي بعدما نشره مسؤول في ادارة الغابات على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وتم رسم لوح تضامنية لما تعرضت له الفيلة من المعروف ان بعض القرويين الذين يسكنون في المنطقة يقومون بامور غريبة حيث يقومون بوضع مفرقعات في الفاكهة لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية او يلجأون الى نصب اسوار مكهربة بشدة بهدف تحويل مسار الافيال من حقولهم الواقع قرب الغابات ووفقا للتقارير الهندي الرسمية حتى الان لم يتم اجراء اي اعتقالات لبدء التحقيق ولكن تأمل السلطات الحصول على خيوط ما حدث خلال 24 ساعة الطبيب المعالج الذي شاهد الفيلة وحاول انقاذها قال هذه هي المرة الاولى التي تأثرت فيها بشدة في البداية لم يكن احد منا يعلم ان الفيلة كانت حاملا ولكن بعد ذلك رأيت قلبه ثم حدث ان رأيت السائل الامنيوسي فادركت انها حامل الى هنا تنتهي حلقتنا اليوم مشاهدين الكرام لا تنسوا ان تشاركون اراءكم في التعليقات اسفل الفيديو الى اللقاء اشتركوا في القناة